زي ما تلقوا كده عبد الفاصل أبنى أخش على هوا كان جيمي دابتش معايا أنا اعتبرتها مفاجأة تخص المنتخب المغربي أو حاجة في الجهاز الفاني لمنتخب المغربي جيمي باي أقول لك عليها دلوقتي واحد من الجنود المجهولين يا كريم ممكن ناس كتير ما تعرفش المعلومة إنه واحد من الجنود المجهولين والجندي الخافي في الكتيبة بتاعت واليد الرجراج والمناسبة كان وجود مع وحيد خليل وزيتش في أمم أفريقيا وتواجد وأصر على وجوده الاتحاد المغربي واليد الرجراج التنائي اجتمع على هذه الرغبة للريكورد الغريب جدا لمحل الأداء المنتخب المغربي موسى الحبشي موسى الحبش يا كريم واحد عنده كل اللايسس بتاع التحليل راجل اشتغل في أوروبا في جينك البلجيكي اشتغل في برمينجهام اشتغل في أسطن فيلا وفيه مفاجأتين بقى المفاجأة الأولى ده موسى الحبشي نجيب المفاجأة الأولى نعرضها للناس الأول للصورة اللي بعدها الصورة اللي مع تيري قنري وكيفين دي برايني هو محلل أداء المنتخب البلجيكي في كاس العالم 2018 ومحل الأداء الرئيسي لأنه بقى فيه أكتر من محل الأداء مع المنتخبات هو محل الأداء الرئيسي للمنتخب البلجيكي الحاصل على برونزاية كاس العالم 2018 مفاجأة الأكبر مفاجأة الأكبر خشي على الصورة اللي بعدها دي واحدة من الحصص التدريبية للمنتخب البلجيكي موسى الحبشي كان موجود في نادي الزمالك مع المدير الفني السابق لنادي الزمالك مقلش وقعد وقضى فترة مع نادي الزمالك اوه ما كانتش فترة بالطويلة لكن موسى الحبشي كمان درب في الدور المصري مع نادي الزمالك في 2016 بعد مسيرة تدريبية طويلة جدا 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 الجندي المجهول في المنتخب المغربي ومساعد ويد الرجل اشتغل مع المنتخب بلجيكي في 2018 واشتغل مع ماكلش في 2016 مع نادي الزمالك واشتغل مع أسطن فيلا واشتغل مع بريمينجهام واشتغل مع جينك بلجيكي هذا الجندي المجهول حلو منك هذا واحد من الناس اللازم كنا ندينهم حق اوما كريم عامل عامل مجهود كبير جدا جدا لو معناه أطور من كده طبعا يا دوبك نتكلم على الدرس بقى الدرس الخصوصي اللي هو أكيد أكيد الرجل ده عمل وأكيد هيعمله مع وديد الرجروجي وأكيد هيشرحه لكن احنا هنشرح للناس هم الناس هتشتغل ازاي على كل حاجة تخص مواجهة المنتخب المغربي والمنتخب الكندي والمنتخب الكندي من أول طريقة اللعب واللاعبين والبناء ونقاط القوى ونقاط الضعف درس خصوصي وهي بسيطة للمنتخب المغربي قبل مواجهة كندي الله عليك يعني حبشة هيشرح للركروكي وانت هتشرح لنا نحاول يا الله بي يا حبيبك يا الله بي